اشتركوا في القناة جدا 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 واللي بتحتاج مجهود مننا شوية عشان خاطر نبدأ نحل ونبدأ ان شاء الله ربنا يوفقنا بالنسبة لطلبة شعبة التأمينات وقلت برضو قبل كده ان الشعب كل شعبة لها محاسبة مختلفة عن التانية وياريت بس تعتمدوا شوية كلوا جاهزوا وراءكم وجاهزوا القلم بتاعكم وكراستكم وابدأوا حلوا او ابتبوا معايا على الاجزاء اللي احنا ان شاء الله هندرسها في المنهج محاسبة تأمينات تنقسم لاجزاء كتير جدا ودي خاصة بشركات التأمين او كل ما يتعلق بعمليات التأمين وكلنا بنسمع اللفظ ده بتاع التأمين تأمين على الحياة او تأمين على الممتلكات كتير جدا وبرضو في ناس ما تعرفش عن ايه كلمة تأمين برضو ازاي اطبق محاسبة التأمينات الطلب عندنا اخده في سنة اولى محاسبة مالية وسنة تانية برضو محاسبة مالية وفيه في شعبة محاسبة شركات المساهمة برضو امتداد للمحاسبة المالية بس محاسبة تأمين دي جديدة علينا يعني احنا برضو عندنا من فترة في شعبة التأمينات بس احنا السنة دي والسنين اللي فاتت عايزين نوصل للطالب محاسبة تأمينات دي من دين من المحاسبات ممزوجة ببعض المعلومات وفيها افكار برضو بتخلي الطالب يقولك المحاسبة صعبة لا هي مش صعبة ولا حاجة ما تعتمدش على الحفظ في بعض الحاجات ممكن تحفظها وفي بعض الحاجات محتاجة فيها في جزء عندنا نظري هي دي من ضمن المحاسبة المحاسبات المتخصصة هي محاسبة التأمينات قناة التعليم الفني ان شاء الله تبقى ريادة لكم على طول دايما ومنارة لكم في التعليم الفني اللي احنا بنفتخر به والتعليم الفني بيبدأ يطلع بعض النواة او بعض الافراد يبقوا نافعين للبلد في شتى المجالات ودي ممكن تستفيد ان انت حضرتك تطلع قسم في كل التجارة قسم تأمينات او اذا كان زميل لك فيه اشتغل في ضرائب برضو او في مصلحة الضرائب هيستفاد من محاسبة الضرائب واللي هيشتغل محاسب في اي شركة هيستفاد من محاسبة الشركات في محاسبة حكمية في شعب التأمينات طالب يستفيد في قطاع حكومي اذا اشتغل محاسب وربنا قرمك وكملت طريقك في كلية او كملت تعليمك باذن الله ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق عايز بقى تبدأوا تركزوا معايا الاول نتكلم على مفهوم المحاسبة وايه الانشطة بتاعتها واقسامها او الجزء بتاعتها بتكون من ايه جزء نظري هنشرحه في الاول ثم بعد كده هنتطرق في جزء مهم جدا قيود يومية هنبدأ نشرحها على اكتر من حلقة وبعد كده اجزاء خاصة بحسابات زي حساب ارادات مصرفات التأمين الحريق والتأمين على الحياة وقيم الدخل واجزاء مثلا على ميزانية مجمعة هنبدأ نقسم ان شاء الله المنهج بتاعنا معاكم في قناة التعليم الفني تبدأوا تتابعونا على اليوتيوب برضو وتبدأوا تتفعلوا معانا باي اسئلة انتو طلبنا احنا تحت امركم هنجاوب لكم عليها ان شاء الله محاسب التأمينات من المحاسبات الكويسة لها جزئين جزء نظري وجزء عملي يعني بيجيلك فيها اسئلة نظرية زي اكمل زي اختار زي يعرف وطبعا هي معروفة ان من المحاسبة المتخصصة لان هي خاصة بشركات التأمين على بركة الله نبدأ اول حلقات محاسبة التأمينات والخاصة تاني بكرر بشعب التأمينات بعد الطلبة بيختلط عليهم الامر ان احنا في كل جزئية من دول انا مش عارف عندي محاسبة ايه عشان ما يبقاش طالب بيذكر مادة مش بتاعته لا احنا بنقول تاني هو محاسبة شركات مساهمة خاصة بشعبة اه تسويق محاسبة تأمينات خاصة بشعبة تأمينات محاسبة ضرائب خاصة بشعبة اه ادارة ثم محاسبة حكومية ودي الخاصة بايه بشعبة اه شؤون قانونية طيب النهاردة دلوقتي في الحلقة بتاعت النهاردة الحلقة الاولى من محاسبة التأمينات ونبدأ في الجزء النظري الاول قبل ما نبدأ الجزء العملي بتاعنا طيب محاسبة التأمينات بتتكلم عن ايه عن الجزء النظري بتاعنا الجزء النظري بتاعنا بيبدأ طبيعة وخصائص النشاط التأمين شركة التأمين دي شركة كلنا بنسمع عنها بعض اسماء الشركات وبنبدأ عايزين نفهم يعني ايه شركة التأمين او عقد التأمين شركة التأمين اسمها المؤمن هو عقد يلتزم المؤمن اللي هي شركة التأمين بمقتضاء ان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ارادا او مرتبا او عوض مالي اخر في حالة وقوع حادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط او اي او اي دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن حبيب بس اوضح لكم حاجة بسيطة على شركة التأمين ايه معنى كلمة شركة التأمين ليها اطراف هناخدها دلوقتي اطراف شركة التأمين شركة التأمين دي طرف اسمه المؤمن والمؤمن له الشخص اللي بالأمن على نفسه صبعا كلنا بنسمع كتير جدا لفظة انا امنت على نفسي يعني امنت على نفسي او انا هأمن على بيت هأمن على مصنع هأمن على سيارة معنى كده ان في شركة بتاخد من فرد مبلغ من المال عشان تأمن له على شيء سواء ده كان ممتلكات او افراد او طبعا هي شركة التأمين دي بتبدأ تاخد منك اقصات على فترات سواء شهرية او كل ثلاثة شهور او كل سنة حسب الاتفاق بتاخد منك المبلغ وتبدأ تعوضك انت كمؤمن له عن مبلغ من المال في حالة وقوع حادث او ضرر يعني انا عندي لقدر الله منزل او مصنع مؤمن عليه المصنع ده بيدفع كل شهر مبلغ من المال والمبلغ ده يعتبر بالنسبة لنا لشركة التأمين لقدر الله للمصنع ده حصل له حاجة حريق اي حاجة من كده يبدأ ياخد تعويد من شركة التأمين على اساس نسبة او مبلغ متفق عليه بالمبلغ اللي بيدفعه كل شهر طيب لو سيارة بيتأمن عليها وبتدفع مبلغ معين وممكن انا اخد دلوقتي اأمن على حياة الصالح اولادي او زوجتي بابدأ اأمن على نفسي بمبلغ من المال ابدأ ادفع كل شهر مبلغ وابدأ اخدهم في حالة مثلا لقدر الله حصل حادث حصل اي حاجة بابدأ اخد تعويد او ممكن اخدهم بعد كده مبلغ كامل بمبلغ معين اكنوا استثمار في شركة التأمين يبقى احنا عندنا دلوقتي عرفنا ان في عندنا من ضمن اطراف شركة التأمين او من ضمن اطراف عقد التأمين او التأمين المؤمن والمؤمن له اتنين دول مهمين جدا واحنا دلوقتي وضحنا عقد التأمين وعرفنا شرحناه برضو مما يتكون ونبدأ نكمل بقى التعريفات او الجزء النظر بتاعنا عشان نبدأ ايه نستوعب موضوع عمليات التأمين طيب خدنا دلوقتي الجزء الاول اللي هو عقد يلتزم بالشركة التأمين بمختضاء بمختضاء ان يؤدي المؤمن له اللي هو طبعا الشخص اللي هيأمن على نفسه او المستفيد اللي هو مثلا ممكن تكون اولاده زوجته اي حد حد طرف هو مستفيد من المبلغ اشترط التأمين الصالحه مبلغ من المال ارادة مرتبة او عوض مالي في حالة وقوع حادث او تحقق الخطر طبعا الجزء النظري معنا هنبدأ اركان عقد او التأمين تشمل ما يلي واحد الخطر والخطر يعرف بانه عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على ارادة احد المتعقدين وتنقسم الاخطار الى ايه بقى معنى كلمة خطر في الامتحان ممكن يجي يقول لي عرف الخطر او نقط عبارة عن حادثة محتملة الوقوع يبقى الخطر حادثة محتملة الوقوع في المستقبل مش حاجة حصلت يعني انا عايزة اقولي الخطر ده يعتبر حاجة هتحصل في المستقبل حادثة محتملة لايه الوقوع وليست حادثة سابقة يعني حاجة انا مش عارفها يعني احتمال يحصل حاجة لو حصل بعد كده بعد ما امنت على نفسي حادثة تمام المبلغ المبلغ بتاعي ده يعتبر ده اسمه خطر ان انا يحصل لي حادث او عرض فجأة بعد مدة مستقبلية يعتبر ده بالنسبة لنا ايه حادث طب والجزء التاني لا يتوقف تحقيقها على ارادة احد المتعاقدين يعني انا مش ايه مش مرتبها عشان كده شركة التأمين بتركز جدا في موضوع الحادث وتعرف اسبابه هل هو قضاء وقدر ولا مدبر عشان خاطر لو هو يتوقف على ارادة احد المتعاقدين مش هيبقى خطر بالنسبة لها والاخطار عندي لها انواع من ضمنها الف اخطار الاشخاص وهي التي تصيب الشخص نفسه مباشرة وتتسبب له خسارة نقصا في الدخل مثل الوفاء والحوادث يعني لو حصل وفاء او حادث ده اسمها اخطار شخصية وهي التي تصيب الشخص فيه اخطار ممتلكات وعلى فكرة التأمين برضي فيه تأمينات اشخاص وتأمينات ممتلكات اخطار الممتلكات بقى رقم اتنين هي التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته وتؤدي الى تلفها او هلكها مثل الحريق او السرق يبقى احنا خدنا اخطار اشخاص بتصيب الاشخاص ودي بتسبب خسارة زي الوفاء والايه والحوادث اما اخطار الممتلكات تصيب الممتلكات اللي هي مثلا المساكن المصانع السيارات زي بيحدث لها تلف او خسارة زي حريق او سرق اخطار المسئولية المدنية تصيب الغير ويكون الشخص مسئولا عنها امام القانون مثل اخطار السيارات قلت برضي ايه زي اخطار السيارات هنبدأ دلوقتي رقم اتنين من ضمن التعريفات الخطر ويمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه الى المؤمن مقابل تحمله تبعية او تبعة الخطر المؤمن منه يعني المبلغ ده ده بيدفعه لو الشخص المؤمن على نفسه لمين للمؤمن وعرفنا ان المؤمن ده يعتبر شركات التأمين وشركة التأمين هتتحمل الخطر اللي ممكن يحصل المؤمن ايه منه اداة المؤمن وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقيق الخطر المؤمن منه يعني بيلتزم المؤمن عند تحقيق الخطر هو يدفع يعني مبلغ من المال يتم ابرام عقد التأمين بين الطرفين هما شركة التأمين ونسميها المؤمن وبين المؤمن له حيث يوضح فيه شروط التأمين طيب اهم بيانات التي يجب ان يتضمنها العقد البيانات اللي يتضمنها عقد التأمين عندك كاتبين اهمعك 11 بند في عقد التأمين في 11 بند بيكتبوا فيه عقد التأمين بتاعنا بتاع شركة التأمين لو انت تروح تأمن على نفسك رقم واحد اسم الشركة التأمين وبيانات ممكن اجا اقول لك ايه اكمل بيانات من اهم بيانات التي يجب ان يتضمنها عقد التأمين نقط ونقط ونقط اجيب لك خمسة انت حاول تحفظ طبعا الجزء النظري بيعتمد على فهم اه وتفهم دي خطوة دي جاية ازاي او ايه اللي بتشرحه وابدأ اقول لك الخطوات بتاعتها بتتحلي ازاي يعني انا مثلا عايز اعرف يعني ايه عقد التأمين يعني ايه خطر يعني ايه مؤمن له يعني ايه مؤمن يعني انا ممكن اقول لك المؤمن او المؤمن المؤمن ده شخص شركة تأمين والمؤمن له طبعا يعتبر مين الشخص اللي هو بيأمن على نفسه في شركة تأمين فانت لازم لازم تاخد السؤال على هيئة مثلا ايه جايبه مقالي او جزء شرح انت ممكن تطلع منه اكمل تطلع منه صح وغلط ااجيب لك مثلا من اهم بيانات عقد التأمين اسم شركة صح والله غلط طبعا انت لو مش عارف ان من اهم بيانات عقد التأمين اسم الشركة مش هتعرف ان الموضوع ده صح والله غلط ممكن يجيب لك على هيئة اكمل ممكن يجيب لك بعض البيانات الامتحان بيجي منوع فده اللي بنوع ليه بقى تحاول تبتكر وانت بتزاكر تطلع اسئلة هو دي شطرتك هو ده مجهودك وتحاول تحل أسئلة الكتاب تمرني امتحانت لقبل كده تمرن نفسك على قد ما تقدر عشان ما جيش يحصل لدروب في الانتحان طبعا معظمنا فيه مننا طلب وطالبات بسم الله ما شاء الله شطار جدا وبيتمنى يكونوا من أوائل الجمهورية أو من أوائل المدرسة أو من أوائل الإدارة عايزين يجيبوا مجموع طالب التعليم الفاني متميز يعني انت بتكون برضو فيه طبعا طلاب السنوية العامة ما بيدرسوش مادة المحاسبة وانت حضرتك ليك كليات تجارة ومعاهد فنية أو معاهد تجارية طب انت دلوقتي بتروح لو انت فاهم المحاسبة عندك من قولة وتانية سنوي هتطلع تبقى شاطر في المحاسبة كويس جدا عكس الطالب السنوي بيبقى عجب جنبك مش عارف حاجة في المحاسبة فانت لازم تكون عندك كده ايه حافز وعندك مصابرة وعندك ارادة في ان انت ايه تبدأ تذاكر وتشد حلك شوية من اولها ما يبقاش عندك كسل ما يبقاش عندك مثلا خمول لأ عشان تجيب مجموع كويس وتجيب وانتو شفتوا برضو الدرجات بتبقى عالية نسبة تمائلة آآ يعني بنسبة برضو عالية شوية في قبول الجامعات بالنسبة تعدد تسعين بشوية برضو بنسبة عالية فانت محتاج ان انت تبدأ تذاكر وتبدأ تقرص على نفسك شوية في المذاكرة تبدأ تركز شوية هتلاقي الموضوع سهل جدا ايا كان المادة اللي بتذاكرها ايه طبعا مع اهمية المحاسبة احنا عارفينها طالب تكولية تجارة او دبلوم تجارة في التعليم الفني خصوصا تعليم التجاري بيعرف ان المحاسبة دي من ضمن المواد اللي هي محتاجة هتمام شوية وما ننكرش برضو اهمية المواد التانية بس برضو عايزة رجع وقول لازم تركز ولازم تفهم الموضوع وانا قلت تاني في اول الحلقة ان الامتحان بتاع محاسب تأمينات ممكن يجي اكمل ممكن يجي صح وغلط ممكن يجي عرف ممكن يجي وضح اسكر اه ما السبب حاجات زي كده وطبعا تمارين عملي زي اللي هنبدأ برضو فيها ونبدأ نمرنك عليها بازن الله تعال كامل دلوقتي مما تكون او شكل عقد التأمين معنا بتكون ازاي? اهم بيانات التي ضمنها العقد عقد التأمين واحد اسم الشركة التأمين وبياناتها اسم المؤمن نوع عنوانه اسم شركة التأمين وبياناتها اسم الشركة اللي انت بتتأمن بتأمن نفسك فيها يعني انت بتأمن في شركة كذا فبتكتب اسمها المؤمن له عنوانه اللي هو بيأمن على نفسه الشخص المؤمن او ايه اللي هو يأمن على نفسه شركة التأمين مكان التعقد هتتعقد فين انت متعقد مثلا قاهرة او خارج القاهرة المكان اللي انت تعقدت فيه او الشركة مقرها فين تاريخ تنفيذ العقد هتنفزه من امتى شهر ده الشهر اللي جاي بعد فترة تاريخ توقيع العقد تنفيذه غير تاريخ التوقيع انا ممكن اوقعه النهاردة بس سنفز بعد ايه بعد شهر او اتنين الخطر او الاخطار المؤمن ضدها وانت مأمن على خطر ايه حوادث وفاة اه مأمن على سرقة سيارة مأمن على حريق سيارة حريق مصنع كل دي قيمة القسط وسداده هتدفع الاست قد ايه ومدته قد ايه مبلغ التأمين مبلغ التأمين بتاعنا بيكون قد ايه قيمته ورقم عقد التأمين طبعا كل عقد التأمين بيكون ايه رقم بيبقى مع الشركة التأمينه مع حضرتك عشان ايه تعرف عقدك رقمه ايه هو توقيع المؤمن او من ينوب عنه وكذلك توقيع المؤمن له المؤمن اللي هو الشخص شركة التأمين والمؤمن له اللي هو طبعا ايه الشخص اللي هو هيأمن على نفسه مدية التأمين عايز تعرفها كام سنة الاسس الفنية التي يقوم عليها التأمين في التعاون او المشاركة ويقصد به التعاون او المشاركة في تحمل خسائر حيث يتم توزيع نتاج الاخطاء يعني الاسس الفنية التأمين بيقوم على التعاون المشاركة في تحمل خسارة ما بين المؤمن والمؤمن له يعني ما بين الشخص شركة التأمين وما بين الشخص المؤمن على نفسه في مشاركة وتعاون فيهم في موضوع الخسار يعني انا ممكن يكون الحاجة عربية جديدة مثلا حصلة لقدر الله حاجة حدثة او حاجة ونفترض السيارة دي مثلا تمانها 200 الف فشركة التأمين ما بتعوضكش عادة يعني ممكن تعوضك بالمبلغ كله ما فيش مشكلة بس عادة ممكن انت حسب القسط بتاعك تعوضك عن نص المبلغ عن جزء من المبلغ فانت بتتحمل من مع مع الشركة دي ايه مخاطر التأمين عشان خاطر آآ بيبقى في حاجة اسمها تعاون ومشاركة في عمليات التأمين الجزء التاني معنا في عمليات التأمين هو ايه قانون الكسرة العددية يجب ان يوجد عدد كبير من المستأمينين الذين يتعرضون لنوع الواحد من الايه من الخطر وده تنوع الايه العذب بتاع الاخطار اللي بتحدث في شركة في شركة التأمين المساواة في تحمل نتائج الخطر وذلك عن طريق احصاء ما وقع من اخطار في العام الماضي بدأت بقى الاطار التطبيقي في فرع التأمينات في المحاسبة لفروع التأمين على الحياة حابب بقى قبل ما ابدأ العملي ابدأ معكم توضيح لعملية الجزء اللي احنا هنشرحه عمل ان شاء الله العمل اللي اول جزء هنشرحه كله خاص بقود اليومية خاص باقصات خاص التعوضات خاص بدروس تانية كتير جدا في موضوع اه ارادات ومصرفات برضو وبتتقسم لكذا جزء قود اليومية جزء قود اليومية في محاسبة التأمينات بيبقى صعبة على الطالب شوية بس لو حضرتك جبتك اشكولك والقلم بتاعك وبدأت تحل وبدأت تتمرن نفسك على القيود بتاعتك هتبقى بنسبة لك سهلة جدا النهاردة ان شاء الله هنتعرض لأول موضوعات قيود اليومية في شركات التأمين وهي الارادات التي تحصل من المؤمن له او الاشخاص او الممتلكات نظير قيام المؤمن او شركة التأمين بالتأمين على الشيء المراد التأمين عليه يعني ايه برضو اوضح لكم تاني يعني انا دلوقتي هتكلم على الفلوس اللي الشركة بتحصلها من الغير عشان خاطر تبدأ تأمن على شيء معين طيب الدروس دي ايه او الموضوعات بتاعتنا ايه اول موضوع اسمه الاقصاد او تحصيل الارادات احنا دلوقتي في شركة التأمين اي مبلغ بتحصله يعتبر ارادة وعايز برضو عشان ما يختلطش عليك الامر في موضوع الاقصاد ده الاقصاد ده عندك تلات انواع هنشرح النهارده تلات انواع ان شاء الله من الاقصاد في اقصاد مباشرة في اقصاد اعادة تأمين وارد في اقصاد اعادة تأمين صادر القسط ده اللي الشركة بتحصله ما يجيش في دماغ الطالب او الطالبة ان استا انا بدفع استلاء انا دلوقتي شركة تأمين اي استا حصله بالنسبة لي ارادة طيب عايز اعرف بيتحل ازاي طريقة الحل اطبقها ازاي وانا بحل التمرين خطوات حل التمرين ازاي لازم تركز وتجيب الالم والورقة بتاعتك وتبدأ تحل بكثرة كتير تبدأ تمرن نفسك تبدأ تطبق تبدأ تحل تمارين كتاب المدرسة الامتحانات عشان يثبت في دماغ يعتبر جزء صعب شوية عندنا في الاول بمع ان المحاسبة بالنسبة لنا وبالنسبة للطلبة كتير جدا بتبقى يعني انت لو حابب المادة هتلاقي المادة معك سهلة جدا مش محتاجة اي تعقيد ونبدأ نبسط لك وقلت معكم ان شاء الله قناة التعليم الفني هنبدأ برضو على اليوتيوب هنبدأ نطبق لكم او نبدأ نعيد الحلقات تاني اللي فاتوا الحلقة او اي استفسار في اي سؤال نبدأ نراجع معكم فبس يا ريت ايه ناخدها جد شوية بالاخص برضو في محاسبة التأمينات عشان خاطر ما تعديش السنة علينا بقرارها كتير او على الطلبة وقلت تاني قبل ما هبدأ موضوع الامثلة التطبيقية لمحاسبة التأمينات او القيود اليومية هقسمها على اجزاء الجزء الاول خاص باردات شركات التأمين واردات شركات التأمين دي احنا هناخد اول جزء اللي هو الاقصات والاقصات تلات موضوعات كان موضوع تلات الموضوع الاول يعتبر اسمه اقصات مباشرة والتاني اقصات اعادة تأمين وارد والتالت اقصات اعادة تأمين صاد يبقى فيه كم موضوع معايا تلات قلت تاني. قرر تاني هوا. اقصات مباشرة. اقصات اعادة تأمين وارد. اقصات اعادة تأمين صادر. اقصات مباشرة بتكون قدين. اقصات اعادة تأمين وارد تلات قيود. اقصات اعادة تأمين صادر تلات قيود. يعني حضرتك لو مسكت الالم والورقة وبدأت تزاكر في التمن قيود دول. امشي درس بدرس معي. حاول تطبق درس بدرس. هتبقى بالنسبة لك العملية سهلة جدا ومش محتاجة اي تعقيد. تمام? نبدأ ان شاء الله كده معاكم. وتركزوا كويس قوي. ونبدأ واحنا بنشرح القيد وانتم معايا بتقرروا بتحفظوا معايا. تبدأ تفهموا جهاز زي? الجزء الاولاني معانا وهو الاقصات او عمليات التحصيل الاراضات في شركات التأمين. جزء الاول الاقصات المباشرة. ابقى اول حاجة المعالجة المحاسبة لاراضات فرعية التأمين على الحياة وتكوين الاموال. الاقصات المباشرة. تعالوا بقى كده معايا اعرفوا يعني ايه اقصات مباشرة? هي قيمة الاقصات المستحقة على عمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال. قيمة الاقصات المستحقة على عمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال. يعني الاقصات ده اراض بتحصلوا على عمليات التأمين على الحياة وتكوين اموال الشركة بتاعت التأمين بتحصله من الغير وبتبدأ تأيد في الدفتر بتاعها قيمة الاراضات المستحقة على الغير طيب هبدأ دلوقتي معاكم في تمرين اولاني على الاقصاط المباشرة يبقى انا دلوقتي هبدأ اول درس معانا في قولي اليومية في محاسب التأمينات وهو الاقصاط المباشرة طيب مثال واحد بلغت الاقصاط المباشرة المصدرة هو كده في التمرين بدايته خلاص مباشرة هو بلغت اقصاط مباشرة يبقى انا دلوقتي في درس بتاعي النهاردة نبدأ نفرق التمرين ازاي لما يجي يقول لي بلغت الاقصاط المباشرة يبقى هو كده بيقصد اقصاط مباشرة لما يجي يقول لي بلغت أقصات إعادة تأمين وارد يبقى بيقصد أقصات إعادة تأمين وارد طب أرجع لتمريني بلغت الأقصات المباشرة المصدرة خلال العام عن عقود التأمين على الحياة 75 ألف حصلت منها 60 ألف جنيه نقدم هذه أول عملية نحلها مع بعض كده ونبدأ شايفين كده القيود القيدين الأولانين أنا مقررهم مرتين كل قيد بإيه بعملية يبقى الأقصات المباشرة أركز تاني ليها قدين يومية إيه هما القدين استحقاق وتحصيل تاني الأقصات المباشرة ليها قدين استحقاق وتحصيل طب الاستحقاق يعني إيه أنا بستحق مبلغ معين المفروض إن أنا هلم 75 ألف جنيه أقصات مباشرة من أول ما يقول لي بلغت الأقصات المباشرة كذا يبدأ قد استحقاق نقوله بقى إزاي من حساب أقصات تحت التحصيل للأقصات المباشرة من حساب أقصات تحت التحصيل مدينة بقيمة القسط للأقصات المباشرة داينة بمبلغ الإرادة ما الأقصات المباشرة دي تعتبر إرادات وإحنا خدنا في أولى سنوي التجاري إن الإرادات تعتبر داينة الإرادات داينة مش تعتبر كمان دي داينة يبقى قلنا أول قيد فقل مع بعض كده من حساب اقصاد تحت التحصيل لحساب الاقصاد المباشرة استحقاق اقصاد مباشرة طيب القيد التاني بتاع التحصيل بقفل القيد اقصاد تحت التحصيل دي تعتبر مدينة بخليها داينة عند التحصيل خدت الفلوس بتاعتك او القسط اللي انا حصلته من العميل حطته في الخزنة او البنك هو قال لي نقدن يبقى خزنة ولو قال لي بشيك يبقى بنك ولو كتبت الخزنة او البنك صح ما فيهاش خطأ برضه من حساب الخزنة او البنك عشان زاد الى حساب اقصاد تحت التحصيل اعيد القيدين تاني بفهم بطريقة مبسطة اكتر تاني اول حاجة اللي بلغت الاقصاد المباشرة طيب بلغت الاقصاد المباشرة المصدرة قلالي العام من عقود تأمين 75 دا اول قيد دا قيد استحقاق حصلت منها 60 الف اللي حصلت اهو يبقى دا تحصيل يبقى احنا عندنا كده قيدين القيد الاولاني استحقاق والقيد التاني تحصيل الاستحقاق دي هو اللي بلغت الاقصاد المباشرة والاقصاد المباشرة اسمها اقصاد تحت التحصيل عشان انا لسه بحصلها تعتبر شركة التأمين بتحصلها فهي لها 75 الف هنقول تاني من حساب اقصاد تحت التحصيل للاقصاد المباشرة طيب جيت حصلت القست بس انا حصلت منه 60 هو المفروض لها 75 حصلت 60 يبقى انا دلوقتي المفروض حطيت الفلوس في الخزنة والخزنة زالت باقت طرف مدين والاقصاد تحت التحصيل تحولت من مدينة الى دائنة افلت القيد افلت الاقصاد مرة الأقصاد كانت مدينة ومرة بقت داينة يبقى أقصاد تحت التحصيل تكون مدينة عند الاستحقاق وتكون داينة عند التحصيل يبقى دي قيود الاستحقاق والتحصيل تاني لما يقول لي بلغت الأقصاد المباشرة كذا حصلت بعمل له قدين إيه هما القدين أنا سمعكم شاركوا معايا من حساب أقصاد تحت التحصيل لحساب الأقصاد المباشرة ومن حساب الخزينة أو البنك لحساب أقصاد تحت التحصيل ناخد الجزء التاني بلغت قيمة الاقصاط المباشرة عن عقود التأمين على الحياة بلغت قيمة اقصاط مباشرة هو تاني يبا هو بيحدد لي ايه دي الوقتي بلغت قيمة الاقصاط المباشرة حلوة اوي عن عقود تأمين على الحياة التي اصدرتها الشركة خلال عام خمسين الف حصلة منها ستين في المائة طيب انت هتكر لنا ميستر التمرين ماروتين ليه انا بس حبيت اوضحه عشان هنا حصل مجاب مبلغ نأدا هنا قال ستين في المائة انا عايز اوضح لك دي تتحل ازاي ودي تتحل ازاي طبعا القيود كلها واحدة ما بتتغيرش وبطمينكم برضو ان لما تيجي تحل التمرين بتاعك بتاخد على خطواتك مش يعني انا مش عايز اقول حد ما كتب ليش القيود هديله درجة بس كتبت القيود والارقام اتلقبطت فيها بنراعي ظروف الطالب في الحالة دي احنا قلنا دلوقتي برضو رجعنا تاني للجزء التاني رقم اتنين في القيود اليومية ده طبعا الاولاني ده خلص بالقيدين دول ونبدأ بالقيدين تانيين قال لي بلغ قيمة الاقصاد تحت الاقصاد المباشرة مبلغ خمسين الف هنقول قيد استحقاق وقيد تحصيل الاستحقاق بيقول لي ايه من حساب اقصاد تحت التحصيل لحساب الاقصاد المباشرة طيب والقيد التاني التحصيل من حساب الخزينة والبنك طب وحصل بشيك يبقى بنك الى حساب اقصاد تحت التحصيل احنا بنعود الطلب يعني شوية كده يبقى ايه خزينة او بنك لو انت قالك نقدن قوله من الخزينة قالك بشيك من البنك قلت الاتنين مفيش مشكلة مش مش هتقصر معاني ولا معك في الدرجة ما تقلقش طيب من حساب الخزينة او البنك الى حساب اقصاد تحت التحصيل طب المبلغ جاه زي هنحسبها كده قلم ورقة هو المبلغ اللي المفروض يحصله خمسين الف حصل منه مبلغ ستين في المية لما امسك الالة الحاسبة واضرب خمسين الف ستين على مية هتطلع اللي حصلته تلاتين الف جنيه طيب احنا كده خدنا الجزء الاول من الاقصاد وهو الاقصاد المباشرة عشان بقى ما تقولش احنا هنحفظ اه لازم تحفظ اه افهمها انا فاهمتها لك استحقاق وتحصيل وايه اللي زاد وايه اللي قال مفيش مشكلة في كده انما مشكلة ان انا ممسكش قلم وورا قبض احفاظهم لا هتبقى بالنسبة لك مشكلة كبيرة جدا لان جزء القيود اليومية دي ده القيود طويلة شوية فهتحتاج منك مجهود واكتابة انا رجعهم معاك لما يقولك اقصاد مباشرة قلت تاني موضوعنا تلات دروس في عمليات تحصيل او الاقصاد اقصاد مباشرة اقصاد اعادة تأمين وارد اقصاد اعادة تأمين ساطر كده كم حاجة تلات خدنا الاقصاد المباشرة وقلت الاقصاد المباشرة لها قدين استحقاق وتحصيل استحقاق وايه وتحصيل فبنقوله القيود الان بتاع الاستحقاق انا باخد اقصاد تحت التحصيل لحساب اقصاد مباشرة ليا مبلغ معين والاقصاد ده يعتبر ارادة فالاقصاد المباشرة تعتبر داينة والاست اللي انا حصله مدين من الايه من الطرف اللي هيدفعه ثم بعد كده حصلت الفلوس سواء بقى هي كلها او جزء منها بابدأ احطوهم في الخزنة او في البنك يبقى من حساب الخزينة او البنك لحساب اقصاد تحت التحصيل لاحزنا من اقصاد تحت التحصيل مرة جات مدينة ومرة جات داينة افلناهم مع بعض هيتبقى معي حاجتين اول حاجة خزينة او بنك والداين اقصاد مباشرة هما دول الاساس عندي الفلوس اللي دخلت الخزنة وايه والقصة المباشرة بتاعي اللي هو يعتبر بنسبالي ارادة خدنا كده اعزاء الطلب والطالبات الجزء الاولاني من اقصاد المباشرة وتحاولوا تكتبوا على قد ما تقدروا كرروا في الكتابة احفظوها مفيش مشكلة بالمسمى اللي انتوا عايزين فاهمينه مفيش مشكلة بس طبعا عايزين ايه جزء حفظ مع فهم طبعا انا فهمتك لقول ازاي تاني الاقصاد المباشرة من حساب اقصاد تحت التحصيل لحساب اقصاد مباشرة استحقاق ومن حساب اه البنكة او الخزنة لحساب اقصاد تحت التحصيل ده اسمه تحصيل قدير سهلين درسة هو جاب لك بقى الرقم حصل ميت الف او خمسة وسبعين الف المبلغ بتاع القصة خمسة وسبعين الف حصل منهم ستين او القيد خمسة وسبعين تنقط ستين المبلغ بتاع القصة طلع عندي خمسة وسبعين الف تحصلوا كلهم يبقى القدير بخمسة وسبعين المبلغ يبهولي نسبة همسك قيمة القسط واضرابه في النسبة على مية نفترض هما مئة ألف حصل خمسين في المية يبقى أقوله مئة ألف في القدل أو لان القدل استحقاق عند التحصيل أنا حصلت خمسين في المية من الفلوس فبكت بالمبلغ اللي أنا حصلته بس كده أول جزئية من الأقصات أو الإرادات في موضوع محاسبة التأمينات اللي هو الأقصات المباشرة خلص معنا يعني ما فيهوش أفكار تانية كتير مع المراجعات مع امتحانات السنين السابقة بنبدأ نحل امتحانات ونشوف الأفكار اللي ممكن تقابلنا في موضوع الأقصات المباشرة نمشي مع كل موضوع خطوة خطوة هتلاقي الموضوع سهل جدا بالنسبة لك حاول تذكر النهاردة الجزء ده الطلبة بدئين بقالنا دراسة أسبوع هو دخلنا على الأسبوع التاني تبدأ أول بأول الموضوع بالنسبة لك سهل وجزء النظر اللي أنا جدته في الأول ده مش كل النظري ده جزء من النظري هناخد إن شاء الله كل حلقة جزء معين من النظري عشان ما يبقاش حفظ النظر عليك كتير لأن انت عارف زي ما قلت لك أن الامتحان بيجي جزء نظري وجزء عملي كده خلصنا أول جزء معنا اللي هو الأقصات المباشرة وبعد كده ندخل على أقصات إعادة تأمين وارد يلا معايا كده هنشوف أقصات إعادة تأمين وارد بتقول إيه؟ أقصات إعادة تأمين الوارد تعرفها حيث تقوم شركة تأمين أخرى بإعادة التأمين للشركة الأصلية إعادة تأمين وارد وذلك بتحصيل القصة المستحقة لشركة تأمين يابة عن الشركة الرئيسية يعني شركة تأمين أخرى تقوم بإعادة التأمين للشركة الأصلية إعادة تأمين وارد وذلك بتحصيل القصة المستحقة لشركة تأمين نيابة عن الشركة الرئيسية دي محتاجة مني شوية التركيز شوية وإن أنا فهمها يعني إيه يا مستر؟ أقصات إعادة تأمين وارد يعني أنا شركة الأم موجودة في مصر شركة الأصلية شركة كزا للتأمينات الشركة الأصلية موجودة في مصر هي تمام؟ والشركة دي ليها فرع في اسكندرية وليها فرع في اسوان وليها فرع في كذا مكان بتعمل ايه الشركة الشركة الفرع بتاعنا اللي هو موجود في مكان تاني بيبدأ يحصل بنيابة عننا يعني انا فيش فيه عميل متعاقد معايا بس مقيم في اسكندري ممكن يروح يدفع في الشركة او الفرع بتاعنا او الشركة تحصل اقصاتها وتبدأ تدينا الاراب بتاعنا يبدا اسمه اقصات اعادة تأمين وارد تأمين جايلي من برا وارد يعني داخل الشركة صادر يعني خارج من الشركة فاحنا عشان نركز فيها دلوقتي شوية لازم 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 تركزه وتعرفه الخطوات بتاعتنا بتتعامل ازاي اقصات اعادة تأمين وارد يقصد بها ان شركة تقصد او تتبع للشركة الاصلية الام اللي موجودة هنا بتحصل لها قصد وترسله للشركة الام والتمرين ده او الجزء بتاع اقصات اعادة تأمين وارد ليه عندي تلات قوض يومية المعملية بسطة جدا لو انت بدأت في التلات قوض بدأت تحفظهم حتى وترتبهم ما عليك في الامتحان بتحدد نوع القصد بتاعك ايه ما لو قالك بلغت اقصات يبقى احنا دلوقتي عرفنا احنا في درس الاقصات لو قتلك بلغت التعوضات يبقى ده درس التعوضات كل درس الوحده منفاصل عن التاني فلما اجا اقولك بلغت الاقصات يبقى انت دلوقتي بتتكلم على الاقصات بتاعتنا لو قتلك بلغت اقصات مباشرة يبقى هكتب قيود الاقصات المباشرة لو قلتلك بلغت اقصات اعادة تأمين وارد هتكتب لأقصات اعادة تأمين وارد لو قلت بلغت اقصات اعادة تأمين صادر تكتب قيود اقصات اعادة التأمين الصادر مع العلم ان اقصات اعادة تأمين اقصات مباشرة قدين يومية اقصات اعادة تأمين صادر تلاتة اقصات اعادة تأمين وارد تلاتة وهنبدأ دلوقتي على الجزء التاني اللي هو اقصاد اعادة التأمين الوارد وبرجع اقرر تاني معناه ان انا شركة ام اصلية موجودة في مقر معين نفترض القاهرة لها اكتر من فرع وهي بتحصل الاراضات او بتحصل الجزء التاعي من شركة من برد يعني الشركة اللي موجودة في اسكندرية بتحصل من العملاء او من المؤمن لهم مبلغ كقسط وتبعته عندي طيب نبدأ نشوف التامنين بتحل ازاي والقيد بتاعتنا ونبدأ نطبقها ازاي طيب الجزء الاولاني كده معانا في حاس تكون شركة عادة تأمين قابلت شركة تأمين جزء معاد تأمينه على طول جزء معاد تأمينه ده بتعرفك من شركة تأمين اخرى من شركة تأمين اخرى يعني شركة تأمين اخرى اعادت لي تأمين مرة اخرى لي انا تمام بمبلغ مئة الف حصلت منها خمسة وسبعين خلي بالكم هنا ما قاليش بلغت اقصات اعادة تأمين الوارد ما قالش قالك قابلت شركة تأمين جزء معاد تأمينه من شركة اخرى على طول دي تبقى اقصات اعادة تأمين وارد خلي بالكم بالارقام مئة الف و خمسة وسبعين الف ده الجزء الاولاني رقم اتنين بلغت اقصات اعادة تأمين الوارد خمسين اتحصل منه تلاتين المطلوب قيود اليومية شوفوا القيود بتاعتنا تلات قيود على الجزء الاولاني تعال نفهمهم استحقاق إثبات إقفال استحقاق وإثبات وإقفال يبقى قيود إعادة تأمين الوارد ثلاثة قيود استحقاق ثم إثبات ثم إقفال نفهمهم بقى شركة الأم الشركة الموجودة الأصلية بالقاهرة هتاخد مبلغ أوليها استحقاق تستحق قصة إعادة تأمين وارد من شركة أخرى طيب هنقول لك من حساب شركة التأمين المتنازلة محليا الشركة أو الفرع التاعي اللي هو موجود في اسكندرية ده مدين ويطلق عليه شركات التأمين المتنازلة محلية إلى حساب أقصات إعادة تأمين وارد أنا الشركة الأصلية بقيد عندي إلى حساب أقصات إعادة تأمين وارد لأن ده بنسبة لي إرادة من شركة تانية يبقى تاني نركز قدل استحقاق الشركة التانية اللي موجودة في اسكندرية تمام موجودة في اسكندرية هو المفروض إن هي هتبعت لي مبلغ فبالنسبة لي أقصات إعادة تأمين وارد ده بالنسبة لي إرادة ده بالنسبة لي إيه؟ أما الشركة اللي هي طبعا المتنازلة محلية اللي هي الفرع التاعي مدينة بالمبلغ دي السنة ما بعتتوش أنا قايت في دفتري قيد استحقاق يبقى احنا قلنا قيود اليومية في أقصات إعادة تأمين وارد استحقاق إثبات إقفال خدنا الجزء الأول دلوقتي معانا إن هو القيد الأول بتاع الاستحقاق تعالوا نكامل بقية التلات قيود ونشوفهم بيتحالوا إزاي طيب من حساب شركات التأمين المتنازلة محليا لحساب أقصات إعادة تأمين وارد طيب بعد كده إثبات تحصيل الأقصات المستحقة خلاص أنا حصلت القيد أو الفلوس بتاعتي من شركة التأمين المتنازلة محليا الشركة دي لما جات الدتنين فلوس قلت فبقت داينة يعني هي تحولتها بصوا كده لحظوا عملية سهلة من حساب شركة التأمين المتنازلة محليا لأقصات إعادة تأمين وارد هذه أول قيد استحقاق ثم جت جبت المدين في القيد التاني بقى داي من حساب المال الاحتياط لعملات إعادة تأمين لشركة التأمين المتنازلة محليا خدت الفلوس منها والفلوس بتاعتها تعتبر بالنسبة لي قلت فلوس بتاعتها تعتبر بالنسبة لي بتاع شركة التأمين دي قلت عشان هي طبعا اديتني الفلوس بتاعت حطيته أنا فين بقى في شركة التأمين الأصلية بتاعتي في المال الاحتياط لعملات إعادة تأمين حطيته كده كمبلغ محصل معاد تأمينه من شركة أخرى ثم الإخفاء من حساب أقصات إعادة تأمين وارد لأقصات مباشرة حولت التأمين الوارد ده اللي أنا جبته من الشركة حطيته في الأقصات المباشرة اللي هو الإرادة الأساسي بتاعي لاحظ كده أو لاحظوا إن أقصات إعادة تأمين الوارد مدينة في القيد الأولاني قيد السحقاق حولتها طبعا داينة آسف في القيد الأولاني بقت مدينة في القيد الإقفال أفلتها مع الأقصات المباشرة ما أنا حصلت إعادة دلوقت أحط فين الإرادة أحطه مع الأقصات المباشرة يبقى تاني عايزة راجع لكم تاني القيود شركات التأمين أو الجزء المعادة تأمين إحنا قلنا أقصات إعادة تأمين ليه عندي تلات قد يومية أقصات إعادة تأمين وارد تمام؟ من حساب شركات التأمين المتنازلة محليا لحساب أقصات إعادة تأمين وارد وده اسمه زي ما قلت استحقاق ثم القيد التاني من حساب المال لاحتياطي لعملات التأمين إلى حساب الشركات المتنازلة محليا شركة التأمين المتنازلة محليا ده قيد اسمه إثبات ثم بياخد أقصات إعادة تأمين وارد من حساب أقصات إعادة تأمين وارد إلى حساب أقصات مباشرة أفلته مع الأقصات المباشرة لأن كل المبلغ ده في الآخر المفروض يصب فين؟ في الأقصات المباشرة أو الإرادة المباشرة بتاع الشركة حتى لو جالي من شركة معاد تأمينها تاني دلوقتي احنا خلصنا او جزل اولين ده على اقصات التأمين حابي بقول 3 قود يومية استحقاق اثبات واقفال وتركز في القيود وتبدأ تحفظهم تكررهم كذا مرة عشان خاطر اعيد تاني اقصات اعادة تأمين وارد معناه ايه شركة اصلية موجودة وان نفترض في القاهرة لها كذا فرع الفرع ده بيحصل من المؤمن لهم انا او حضرتك او حضرتك بتأميني على نفسك او على سيارة او على شركة طيب هي الشركة في اسكندرية حصلت معي المبلغ فلما بتحصل المبلغ تبدأ تبعتهولي بالنسبة لي ده تأمين وارد ده جايلي من اسكندرية جايلي من 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 قصيود جايلي من من كفر الشيخ جايلي من طانت جايلي من اي محافظة وانا في الشركة هنا الام بحصله فبعمله التلات قيود اللي هما زي ما قلت دلوقتي استحقاق وبعد كده اثبات ثم اقفال تمام وفي الاخر بيتقفل مع الاراضات المباشرة او الاقصات المباشرة تمام احنا دلوقتي خدنا الجزء الاولاني بتاع الاقصات عملنا تلات قيود هرجع لتمرين تاني سريعا كده وابدأ معكم على الجزء التاني من الاقصات اعادة تأمين وارد طيب رقم اتنين قال لي ايه بلغت اقصات اعادة التأمين الوارد يبقى تاني يا جماعة احنا دلوقتي عندنا اعادة تأمين وارد مبلغ خمسين الف جنيه حصلت الشركة منها تلاتين الف جنيه بشيك طيب نبدأ نحل هدي اول واحدة قيود تابع قيود اليومين الجزء التاني من شركات التأمين المتنازلة محليا شايفين قررتها من حساب شركات التأمين المتنازلة محليا الى حساب اقصات اعادة تأمين وارد هدي اول قيد استحقاق من حساب المال لحتياطة لعملات التأمين اعادة تأمين الى حساب شركات التأمين المتنازلة محليا ومن حساب اقصات اعادة تأمين وارد لاقصات مباشرة كم قيد؟ تلات هو المبلغ الاول خمسين الف اتحصل منه 30 في الاسبات يبقى اللي اثبتوا واللي حصلتوا 30 ثم اقفلوا بالمبلغ كله بالخمسين اللي انا لإيه المفروضة حصله طيب ندخل على الجزء الثالث اللي هو اقصات اعادة التأمين الوارد ايه معنى كلمة اقصات اعادة تأمين الصادر سالسا اقصات اعادة تأمين الصادر شركات تأمين ملزمة بأن تعيد التأمين على جزء من عملات التأمين المباشر التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى الشركة المصرية لإعادة تأمين يعني كل شركة تأمين لازم تدي جزء من التأمين على العملات التأمين مباشر بتاعها في شركة او الشركة المصرية لإعادة تأمين يعني داشت التأمين ده يعتبر خارج منه اللي فات كان وارد فداخل الشركة المرة دي بقى تأمين صادر بتدي التأمين ده المين للشركة المصرية لإعادة تأمين كجزء من مبلغ التأمين اللي بتحصله طبعا حماية المؤمن لهم فبيعتبر جزء أنا بصدره بخراجه من الشركة بتاعت التأمين للشركة المصرية لإعادة التأمين الشركة المصرية لإعادة التأمين دي طبعا شركة حكومية وبتعتبر جزء بيحصل منه من الأقصاد اللي بيدفعها المؤمن لهم في شركات التأمين وبرضه نفس الكلام 3 قوة يومية هنبدأ نعكس في القوة شوية مع تغيير المساميات يعني اللي فيه حاجات بك كانت مدينة في إعادة التأمين وارد هتبقى داينة في الحالة بتاعت طيب هنشوف دلوقتي إعادة تأمين الوارد والحاجات دي كلها تتحلل ازاي ونبدأ نطبق مع بعض التأمين الصادر الجزء الثالث واخر جزء فيه الأقصاد المباشرة طيب بيقول لي إيه بقى في التمرين بيقول لي في التمرين بلغت رقم واحد بلغت الأقصاد إعادة تأمين الصادر 60 ألف تسدد منها 40 بلغت قيمة الأقصاد المباشرة 200 ألف لدى شركة إعادة تأمين كانت هذه الشركة تعيد 50% من عاملات التأمين لدى شركة تعامل مصرية وعشر في المية اختيارين لدى شركة تأمين أخرى ده بقى جزء جديد مختلف شوية عن اقصاد الاول هنروح على الاقصاد بتاع اعادة تأمين الصادر بصوا يا جماعة من حساب اقصاد اعادة تأمين الصادر للشركة المصرية للاعادة تأمين شركة المصرية للاعادة تأمين دينة بالمبلغ بتاع القصة الصادر عندك قصة ده المبلغ الستين الف اللي المفروض تاخده الشركة المصرية اللي عادة تأمين. ثم شركة المصرية اللي عادة تأمين تبقى مدينة بالتسوية مع المال الاحتياط اللي احنا حطينه عندنا في شركة التأمين. يبقى الشركة المصرية لما تيجي تاخد فلوسها هتزيد. اول حاجة الشركة المصرية دينا عشان لسه بتستحق مبلغ. هي لها عندنا ستين الف. ثم بعد كده قلنا ان هي هتاخد الفلوس منين من المال الاحتياط لعملات التأمين اللي هو موجود عندي في شركة التأمين. فالشركة المصرية في الحالة دي يا جماعة هتعمل ايه هتزيد وإحنا قلنا في سنة أولى اللي بيزيد عندنا بيبقى مدين واللي بيقل اللي بيبقى داين فبقولك من حساب الشركة المصرية عادة تأمين لحساب المال اللي احتلاط لعملات التأمين ده تسوية وآخر قيد الأقصات المباشرة مدينة لأقصات إعادة تأمين صادر أفلتها بقى مع الأقصات المباشرة بس القصة المباشرة دفع يعتبر مش إراد دلوقتي يعتبر الإراد بتاعنا قل فتعتبر ده طبعا إراد انتو عارفين من الخصوم جزء كده خاصة بالمحاسبة والخصوم لما بتقل بتبقى مدينة عكس الأصول تمام فالأقصات دي الإراد ده المفروض هيقل بالمبلغ الستين ألف اللي هيدفعه هيدفعه المين لأقصات إعادة تأمين صادر وهي طبعا الشركة المصرية بقى نقول تاني القويت تاني أقصات إعادة تأمين صادر لشركة المصرية إعادة تأمين والشركة المصرية إعادة تأمين للمال الاحتياطي ومن حساب أقصات مباشرة لأقصات إعادة تأمين صادر في جزء تاني بيقول لي إيه بقى تم إعادة مبلغ تأمين لشركة التأمين المصرية هي أقصات إعادة تأمين الصادر مكتوبة في التمرين عندي بمبلغ مئة ألف هو حصل منها مبلغ قعدة تأمينه خمسين في الماية يبقى المتين ألف في خمسين على مية بمئة ألف يبقى الشركة المصرية لها عندنا 50 ألف قالك فيه تأمين اختياري 10% لما اضرب المية ألف 10 على 100 بـ 10 تلاف شوفوا بيعمل ايه من حساب اقصات اعادة تأمين صادر محليا ويسيبوا المبلغ فاضي الى مذكورين شركة المصرية اعادة التأمين وشركة اعادة التأمين الاختياري اكتبوا هنا مية ألف والعشرة التأمين الاختياري يبقى اقصات اعادة تأمين الصادر محليا يعتبر بالنسبة لنا بمية وعشرة الجزء الاول كده الحمد لله يعني احنا خدنا اقصات وقلنا التلاتة الموضوع سهل جدا حفظت مفيش مشكلة فيه امتهى مفيش مشكلة المهم ان انت ان شاء الله ربنا يوفقك وتحل في الامتحان وتكرر مذاكرة كتير في الجزء ده معلش احنا هنتعب مع بعض شوية وان شاء الله نحاول نكون وصلنا لكم المعلومة ونكون على قد المسئولية تبقى فاهم ازاي تحل التمرين مراجعة وسيطة كده جدا قبل ما هبدأ جزء اخير معايا لو جالك سؤال اكمل في محاسبة التأمينات قبلها احنا خدنا النهاردة الحلقة اسمناها الجزء الاول على جزء نظري وشرحناه ثم اخدنا الجزء التطبيقي او العملي في محاسبة شركات التأمين وهو الخاص بعمليات الاراضات في شركات التأمين واول جزء من الاراضات الاقصات والقسط ده بالنسبة لشركة التأمين يعتبر اراضات طيب شركة التأمين قلنا معانا تلات اجزاء زي ما قلنا مع بعض في اقصات مباشرة في اقصات اعادة تأمين وارد في اقصات اعادة تأمين صادر تلات انواع من الاقصات اقصات المباشرة قدين اقصات اعادة تأمين وارد تلات قيود اقصات اعادة تأمين صادر تلات قيود يومية لو حبيت تفهمهم اقصات مباشرة الاست اللي بتحصله الشركة من الغير او من المؤمن لهم كقسط شهري او سنوي عشان ده بالنسبة لها ايراض دي اسمها اقصات مباشرة شركة بتحصل شركة التأمين بتحصل مبلغ اقصات اعادة تأمين وارد وركزوا معايا فيه قوي مقر الشركة الاصلية موجود في القاهرة وليها اكتر من فرع في كذا مكان الفروع دي بتحصل لها اقصات وتبدأ تبعته لها فيعتبر بالنسبة للشركة الاصلية ايه ده وارد فبنسميه اقصات اعادة تأمين وارد الجزء التاني مهم جدا اقصات اعادة تأمين صادر بتستحوز الشركة المصرية لعادة تأمين على مبلغ معين من الشركة او شركات التأمين ده يعتبر بالنسبة لها مبلغ اجباري بتدفع شركة التأمين حماية لمن دي المؤمن له فشركة التأمين دي بتدفع مبلغ من المال والمبلغ ده المفروض بيروح فين شركة المصرية لعادة تأمين فيعتبر بالنسبة لي انا كشركة اصلية هدفع جزء لشركة المصرية لعادة تأمين فيعتبر صادر لاننا المفروض هدفع فانا مدين بالمبلغ ده كده خدنا الثلاث حاجات اللي هم احنا قلنا عليهم دلوقتي اللي هو اقصات اعادة تأمين وارد واقصات اعادة تأمين صادر وعرفنا طبعا واقصات مباشرة وعرفنا بتحيله ازاي جزء بس باخير ان شاء الله هبدأ معكم فيه على موضوع النظري لو جالكم اكمل او اختار او صح وغلط تبدأوا تحيله ازاي تمام تعالوا بقى كده يقول لي ايه اختار الاشخاص هي الاخطار هي التي تصيب الشخص نفسه مباشرة وفي حالة حدوثها نقص في الدخل ومن امثلتها وفاوح وادسة شيخوخ الاصفر ده ده يعتبر اعمل يبقى انا جايب لك الجزء ده وانت هتكمله بالجزء الايه الملون بالاصفر ده عشان تعرف تحيله القصة يمثل مبلغ جزء يلتزم مستعمل بدفعه الى المؤمن مقابل تحمل تبعية الخطر المؤمن منه تلاتة مبدأ التعويدي يعتبر عقل تعويدي حيث انا شكل التأمين للتعهد بسداد مبلغ اربع سجل الوسائق يقيد به جميع الوسائق التي تبعينها الشركة بينما سجل التعويضات يقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة يعتبر عقل تأمين على الحياة من العقود طولة الاجل حيث انها قد يطول ليغطي مدى الحياة كده ان شاء الله نكون اعزائي طلبة الطالبات الدبلوم التجاري شعب التأمينات نكون وفقنا في شرح الجزء الاول من محاسبة التأمينات وبإذن الله في حلقات تانية كتير جدا على قناة التعليم الفني وعليوتيوب تتابعونا واحنا مستنين كل استفساراتكم يا رب كون بس كده وفقنا في ان احنا وضحنا لكم الجزء الاول الجزء النظر في محاسبة التأمينات وبرضو الجزء الخاص بقول اليومية وتمانياتنا لكم جميعا ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح بإذن الله واتحققوا احلامكم كان معكم استاذ محسن الشريف معلم بزارة تربية والتعليم تمانيات لكم بالنجاح والتفوق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته